استهل الرئيس القبرصي ديمتريس كريستوف ياس زيارته رسمية إلى لبنان من قصر بعبدة وبعد محادثات ثنائية مع رئيس الجمهورية ميشيل سليمان كانت المحادثات الرسمية التي شارك فيها عدد من الوزراء اللبنانيين إضافة إلى أعضاء الوفد القبرصي والتي أثمرت توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الصناعة وتعاون العسكري فضلا عن اتفاقية حول الحماية المتبادلة للمعلومات المصنفة وفي مؤتمر صحفي مشترك أكد رئيسا الاتفاق على زيادة التنسيق للاتفاق على مبادئ وآليات استخراج النفط والغاز هناك أزمة أو مشكلة بين لبنان وإسرائيل نحن من جانبنا كقبرص حاولنا أن نلعب دور الوسيط وطبعا بمبادرة لبنانية القضية تعامل بها الأمم المتحدة ونحن نأمل أن تحل هذه القضية وفقا بتطلعات حكومة وشعب لبنان الرئيس سليمان أكد أنه ونظيره القبرصي يتشاركان الأمل بتحقيق شعوب المنطقة العربية حلم الإصلاح والديمقراطية بعيدا عن التطرف وإيجاد حل ديبلوماسي للأزمة السورية على أهمية تضافر الجهود الدبلوماسية من أجل بلورة حل سياسي متوافق عليه يسمحه للسوريين بتحقيق ما يريدون لأنفسهم من إصلاح وديمقراطية هذا وزرع رئيس القبرصي شجرة الصداقة في حديقة القصر الجمهوري ليلتقي بعدها كل من رئيسي المجلس النيابي والحكومة